الملامح الأساسية لبرنامج السي ثالثا تنفيذ البرنامج أما بالنسبة للملامح الأساسية للبرنامج والتي تعد كهيكل أساسي لأي برنامج بلغة السي منها التعليقات الكومانتز مثل هذه التعليقات هنا أو هنا هذه التعليقات بإمكاننا أن نكتبها باستخدام إذا كانت أكثر من سطر باستخدام الحرفين النجمة والشرطة المائلة أما إذا كانت سطر واحد بإمكانك استخدام الشرطة المائلة مرتين وكتابة التعليق التعليقات تعريفها هي عبارة أو عبارات توضيحية أو نصوص اختيارية تضعها أنت في البرنامج لتوضيح الغرض منه أو لتوضيح أجزاء معينة فيه وعرفنا طريقة الكتابة للتعليقات هي مفيدة لك تذكرك بأجزاء البرنامج الأمر الثاني توجيهات المترجم التي تسمى directives هذه مثل هذا هذه تسمى توجيهات المترجم وهي أوامر تصدرها للمترجم نفسه ليقوم بتضمين ملفات معينة إلى الملف الحالي أو استبدال أسماء معينة أو اسم معين بقيمة أو غير ذلك من الأمور التي سنتطرق لها إن شاء الله أيضا من الملامح الأساسية في برنامج شيء يسمى الإجراءات functions الإجراء function وهو يأتي بشكل هذا هذا يعد هيكل لإجراء هذا يسمى إجراء ولكنه يختلف عن باقي الإجراءات بأنه إجراء أساسي ورئيسي للبرنامج دائما يأتي اسمه مين تعريف الإجراء الإجراء ما هو إلا مجموعة من الأوامر مجموعة من الأوامر تضعها كجزء مستقل من البرنامج لآداء وظيفة معينة ويمكنك استدعاءها من أي مكان في البرنامج أيضا من الملامح الأساسية والهيكلية في برامج السي شيء يسمى الأوامر statements الأوامر كل إجراء كل إجراء يمكن أن يحتوي على أمر على أمر أو أكثر والأوامر في لغة السي تسمى العبارات طبعا statements والعبارة هذه العبارة هي حجر البناء في البرنامج وهي تمثل الأوامر التي يقوم البرنامج بتنفيذها والحقيقة أن العبارات تأتي كنوعين إذا أردنا تصريفها عبارات إعلانية وأخرى تسمى عبارات تنفيذية فمثلا هذه العبارة هذا السطر دعنا نشيل التعليق هذا السطر يعتبر عبارة من نوع من نوع تنفيذي لأن يقوم بتنفيذ أو طباعة جملة معينة على الشاشة النوع الثاني وهو العبارة الإعلانية مثلا عندنا نقول integer current integer current هذه العبارة هذه العبارة من نوع عبارة إعلانية لأنها لا تقوم بتنفيذ شيء معين وإنما تعلن عن حجز مكان في الذاكرة لمتغير اسمه current الذي سوف نستخدمه في جزء تالي من البرنامج يعني ما استخدمناه إلى الآن أعلننا عنه بس راح نستخدمه لاحقا العبارة بإمكانك أن تعرفها باللغة العربية أنها تعلن عن شيء أو تقوم بتنفيذ شيء ويجب أن تنتهي دائما بحرف الفاصل المنقوطة دائما لاحظ هذا الأمر دائما تنتهي بحرف الفاصل المنقوطة لاحظ هذا الشيء أيضا من الملامح الأساسية المتغيرات وسنتطرق لها بالتفصيل إن شاء الله لاحقا ولكن نأخذ فكرة عنها المتغيرات variables أو المتغير variable هو مكان في ذاكرة الجهاز نستخدمه لتخزين بعض البيانات أو المعلومات وهو يسمى متغيرا لماذا سمي متغير؟ لأننا نستطيع تغيير قيمته أثناء سير البرنامج وله أنواع هناك متغيرات حرفية ومتغيرات رقمية وما إلى ذلك إن شاء الله ما سنتطرق له بالتفصيل في الحلقات القادمة لكن عندنا كمثال على المتغير هذا count متغير أيضا متغير char دعنا نقول متغير char اسمه مثلا اسمه name هذا المثال آخر على المتغيرات بهذا الشكل تعرفنا على الملامح الأساسية للبرنامج بلغة C نعم اشتركوا في القناة